الحمد لله رب العالمين وما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الأمر شرع بعده بالحديث عن النهي فقال والنهي مقابل الأمر وسبب تقديم الأمر على النهي أن الأمر أصل والنهي فرع كما عبر الشيخ تقي الدين وبناء على ذلك فإن النهي يكون نوعا من الأمر فالأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء كما تقدم معنا وهذا الطلب والاستدعاء والاقتضاء يتناول طلب الفعل وطلب الترك معا وكلاهما يسمى أمر بيد أن طلب الترك خص باسم خاص وهو النهي وهذا من طريقة العرب حيث أن العرب من طريقتهم أن الجنس إذا كان له نوعان وكان أحد هذين النوعين يتميز بصفات تخصه فإنه يفرد للثاني اسم خاص به وكذا استخدم في الشرع كالنبي والرسول فإن بينهما عموما وخصوصا كما تعلمون مطلق وهذا هو السبب أنه أفرد للنهي مبحث لأن له أحكاما يسيرة مفردة عن أحكام الأمر وسيورد المصنف هذه الأشياء وقول المصنف رحمه الله تعالى مقابل الأمر معنى مقابل الأمر أي أنه يأخذ حكم الأمر لكنه في مقابله فيكون النهي على ضده فكل ما يقرر في الأمر فإنه يقرر في النهي ضده تماما أو عكسه ولذلك سيدكر المصنف أمورا تنبني على كون النهي في مقابل الأمر فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا يقول الشيخ فما قيل في حد الأمر أي في تعريفه المتقدم فمثله هنا أي فمقابله يكون هنا أي في باب النهي وذلك أن تعريف الأمر هو اقتضاء الكث عن الفعل وبناء عليه فيكون تعريف النهي هو عفوا اقتضاء الأمر أن الأمر هو اقتضاء الفعل فيكون النهي هو اقتضاء الكث عن الفعل والمسألة الثانية في قوله وأن له صيغة تخصه فحيث تقرر معنا قبل أن للأمر صيغة فكذلك يقال إن للنهي صيغة وكذلك ما تقدم في مسائل الأمر من صحيح وضعيف أي من الأقوال الصحيحة والضعيفة كإفادة الأمر للتكرار والفورية وغيرها فإنه يقال مثله في النهي أي في الجملة إذ بعض الخلاف يكون في الأمر مختلفا عنه في النهي كإفادة الأمر للتكرار تختلف عن إفادة النهي للتكرار ومثله في الفورية التي سيردها المصنف رحمه الله تعالى بقي عنده هنا مسألة قبل أن ننتقل المسألة بعدها وهي أن قول المصنف رحمه الله تعالى النهي مقابل الأمر التعبير بكونه مقابلا للأمر تبع المصنف غيره على هذه المسترح وعبر بعضهم بتعبير قد يكون أدق فقالوا إن النهي موازن للأمر وهذا تعبير الطوفي وهو قد يكون أدق في بعض الجهات وصيغة لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة لا تحسبن الله غافلة والدعاء لا تؤاخذنا واليأس لا تعتذر اليوم والإرشاد لا تسأل عن أشياء فهي حقيقة في طلب الامتناء نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صيغة لا تفعل وما تكون فيه حقيقة وقد تقدم معنا أن صيغة تفعل وهي صيغة الأمر حقيقة في طلب الامتثال ويشمل ذلك الوجوب والندب وكذلك صيغة لا تفعل وهي ضدها وهي صيغة النهي حقيقة كذلك في طلب الامتناء ليكون ذلك شاملا للدلالة أو لحكم التحريم والكرهات معا ثم أورد جملة اعتراضية بين أول الجملة وآخرها فقال وإن احتملت تحقيرا قوله وإن احتملت تحقيرا يعني أن صيغة لا تفعل وهي صيغة النهي تدل على أمور أخرى غير طلب الامتناء فأورد أمورا وهذه الأمور التي أوردها المصنف على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر كما تقدم معنا في الأمر فإنه في الأمر أورد نحو من سبع عشرة معنا تكون على سبيل الحصر وأما هنا فقد أوردها على سبيل التمثيل ولذا فإن غيره من المؤلفين في علم الأصول أوردوا معاني أخرى تدل عليها صيغة النهي أو تستخدم عفوا تستخدم لها صيغة النهي مثل إباحة الترك أحيانا ومثل التهديد ومثل الأدب وغيرها وقد أشاروا إليها في محلها يقول الشيخ وإن احتملت تحقيرا أي أن صيغة لا تفعل قد تنقل عن الحقيقة إلى المجاز عندما نسميه مجازا وعلى قول من ينكر المجاز كشيخ تقي الدين ومن تبعه فيقول إنها تدل على الجميع لكن دلالتها على بعضها من باب العموم على أفراده قال وإن احتملت تحقيرا فيدله حينئذ على المجاز كقوله تعالى لا تمدن عينيك فهذه تحتمل التحقير كذلك أي للدنيا وإلا فالحقيقة أن هذه الآية تدل على معني على حقيقتها وهو طلب الترك فإن المؤمن والمتقي والنبي على سبيل الخصوص مأمور بعدم النظر للدنيا وعدم التعلق بها وهذه الآية أيضا دلت على معنى آخر وهو تحقير الدنيا فقول الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يقول الله عز وجل فيها إن هذه الدنيا التي ينظر الناس إليها حقيرة فلا تنظر إليها وقد مر معنى أكثر من مرة أن السلث كأب الدرداء وغيره قالوا إنه يجوز أن يكون القرآن حمالا لأوجه بل قال أبو الدرداء لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القرآن على أكثر من وجه المعنى الثاني الذي قد تستعمل له صيغة النهي لا تفعل وما في معناها مثل ليس لك أن تفعل كذا ونحو ذلك وهو بيان العاقبة وهو قول الله عز وجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون فقول لا تحسب أن الله غافلا أي اعلم أن الله مطلع ومجاز كل أحد بعمله فهي لبيان عاقبة أهل السوء والظلم والفساد أن الله عز وجل مطلع عليهم عالم بحالهم مجازيهم سبحانه وتعالى على ما فعله الاستعمال الثالث هو الدعاء ومثل له بقول الله عز وجل ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلا تآخذنا يكون دعاءا بناء على فقد العلو أو فقد الاستعلاء على الخلاف الذي تقدم في الطلب قال والاستخدام الرابع اليأس أي التيئيس وهو كقول الله عز وجل لا تعتذر اليوم وعندما نقول إنه التيئيس ذكر بعض العلماء أن هذا المعنى راجع لمعنى آخر وهو الاحتقار للمخاطب ولذا إن بعض الأصوريين لما ذكر في استعمالاته صيغة لا تفعل قال ومن استعمالاتها تحق الاحتقار ومثل له بهذه الآية ثم ذكر آخر المعاني وأظنه الخامس قال وهو الإرشاد والإرشاد ليس معناه النجب بل الإرشاد لمصالح الدنيا كما تقدم معنا وليس لأجل مصلحة أخروية ومثل له بقول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وذلك أن كثيرا من الناس قد يسأل سؤالا فيكون سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم سببا في بيان الحكم بعدما كان على الأصل وهو العفو والتسامح وقد نص الإمام أحمد على مسألة الندب والإرشاد وإن لم يمثل له بهذا المثال فقال أحمد لما روى عبد الله ابنه في المسائل قال أحمد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمنه أشياء هي حرام ومثل لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال ومنه أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهي أدب نهي أدب فدل على أن النهي فيها يكون الأدب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فهي حقيقة أي أن صيغة لا تفعل وهي صيغة النهي حقيقة في طلب الامتناع وهذا تماما مثل ما قلنا في صيغة الأمر أنها حقيقة في طلب الامتثال ويتفرع على قولنا إنها حقيقة في طلب الامتناع هل مقتضى النهي المجرد التحريم أم لا لأني قلت لكم هناك مسألتان مفترقتان عن بعضهما وإن كانت إحدى المسألتين مبنية عن الأخرى ففي الأمر حقيقته طلب الامتثال الشامل للوجوب والندب أو الشامل للإجاب والندب وحقيقة النهي طلب الامتناع الشامل للتحريم والكرهة بينما إذا جاء الأمر أو النهي مجردا عن القراء فقد عرفنا حقيقته لكن ما هو مقتضى نقول إن مقتضى الأمر الوجوب وهو أحد حقيقته ومقتضى النهي التحريم وهو أحد حقيقته كذلك إذن الأصل عندنا عندما عبر المصنف بأن النهي حقيقة في طلب الامتناع أي كل نهي هو حقيقة في الامتناع سواء أفاد التحريم أو الكراها لكن إن جاءنا النهي مجردا عن القراء فهو على حقيقته ونصرفه لأحد المعنيين فيكون مقتضى التحريم وهذا المجزوم به جزما تاما عند فقهائنا بل قد بالغ بعضهم فيه وحكاه رواية واحدة وهو الظاهر مثل أبي الفرج المقدسي وإن كان نقل أن فيه رواية كما نقل في مقتضى الأمر أهو للندب فقط فنقلوا مثله في الكراها ولكن فيها بعد ولذلك بالغ الجويني رحمه الله تعالى بالعفو بالغ الشافعي فيما نقله الجويني في إنكار من قال إن مقتضى أن نهي الكراها ولا ينقل الوجوب إلا بدليل أو قرينة قال إن هذا في غاية السقوط قاله الشافعي وذلك يعني القول بأنه وجه واحد للتحريم هذا هو الصحيح طبعا القرائن التي تدل على الوجوب وتنفي احتمال التأويل والقرائن التي تدل على الكراها فتنقلهم من مقتضى التحريم إلى الكراها متعددة وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بذكر عدد من هذه القرائن والخلاف في بعضها فعلى سبيل المثال بما ذكره فيه خلاف مسألة العتب هل تقدم العتب يدل على أن المنهية محرم أم مكروه قال إن الصحيح أن هذه القرينة لا تدل على التحريم لكن يبقى على المقتضى الأصلي بخلاف ما قاله أبو محمد بن عبد السلام يعني العزة بن عبد السلام أنه هذه القرينة تقتضي التحريم بدون تأويل فلا ينتقل بعدها للكراها وأما ابن القيم فرجع على أصول أحمد خلاف ذلك وهكذا كلام طويل له بالصفحات مذكور في البدائع فأحيلكم عليه لضيق الوقت نعم وتختص به مسألتان إحداهما إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهية عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة يقول المصنف رحمه الله تعالى وتختص به أي ويختص بالنهي الذي يفترق به عن الأمر وذلك أن المصنف في أول حديثنا قال إن النهي في مقابل الأمر ثم بيّن أنه بينهم فروقات لذلك قلنا إنه في مقابل الأمر في الجملة وأن بينهم فروقات في بعض المسائل ذكر المصنف أن هناك مسألتين يختص بها النهي وتعبير المصنف بأنها مسألتان الظاهر أنها ليست على سبيل الحصر لأن هناك مسائل أخرى أورد العلماء بين الأمر والنهي فيها فرق من هذه المسائل على سبيل المثال ما ذكره بعض أهل العلم أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فإنه يقتضي كمال المأمور به بينما إذا نهى عن شيء فإنه يقتضي النهي عن جميع أجزائه إذن إذا أمر بشيء اقتضى من باب الاقتضى الكمال ولم يستلزم ويقتضي النهي عن جميع الأجزاء وإنما اقتضى الكمال وينبني على ذلك تفريعات أوردوها في محلها أول هذه المسائل وهي مسألة بالحقيقة مهمة وذلك قال مصنف إحداهما ولو قال أولاهما لكان أيضا أجود للدلالة على الأهمية لأن التعبير بالأول يدل على أنه في الأهمية قدم هذه المسألة هي المسألة المشهورة جدا التي يعبر عنها الفقهاء بأنه هل يقتضي الفساد أم لا وعندما عبرت بهل يقتضي الفساد أم لا هل هذه هناك عرف عند علماء الأصور والقواعد أن كل قاعدة أصورية أو فقهية إذا صيغت على هيئة سؤال فمعنى ذلك أن هذه القاعدة مختلف فيها وأما إذا صيغت خبرية مجزوما بها فمعنى أن هذه القاعدة لا خلافة فيها إما في مذهب أو بين أهل العلم وهذه المسألة التي معنا وهي مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا هي في الحقيقة من أهم المسائل ويتفرع عليها عشرات بلربما لا أكون مبالغا إذا قلت مئات المسائل المبنية عليها ولذا فليس غريبا أن يعد الطوفي هذه المسألة من ضروريات علم أصول الفقه وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن هذه القاعدة يدور عليها كثير من مسائل الفقه مما يدل على أهمية هذه المسألة ومع أن ثمرتها كبيرة والفروع المولدة عليها متعددة وكثيرة إلا أن هذه المسألة مشكلة على كثير من أهل العلم حتى قال بعضهم ومنهم السفارين إن قاعدة كثير من العلماء في هذه المسألة غير مضطردة فكثير منهم يورد قاعدة معينة ثم يورد عليه على مذهبه ما ينقض ذلك صرح بذلك السفارين وذكر هذا المعنى بعينه العلاء في كتابه المشهور اقتضاء النهي الفساد الذي سماه نسيت الآن لكن ربما أذكره بعد قريب فهذه المسألة أغلب الأقوال منتقضة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية المهمة عندي أن كثيرا من العلماء ينسبون لمذهب أحمد كلاما ليس صحيحا فإن كثيرا شهر في كتب الفقه والحديث كثيرا والأصول كذلك أنهم ينسبون لمذهب الإمام أحمد أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وهذا قد يورد أحيانا لكنه ليس مرادا على إطلاق بل إن لهم تفصيلا سأذكر الطرق فيه بعد قريل إذن عندنا مسألة أن هذه المسألة غير مضطردة عند كثير من العلماء الأمر الثاني أن تحرير مذهب الإمام أحمد ملتبس على كثير من علماء الأصول من غير الحنابلة فلا يوضحون قولهم حتى العلاء لم يكن كلامه صريحا أو واضحا في بيان ذلك وإنما أطرد يعني ظننا أنهم يعملون القاعدة على سبيل الإطلاق قول المصنف إطلاق النهي عن الشيء تعبير المصنف بإطلاق النهي أي إطلاق النهي من الشارع والنهي الذي يقتضي التحريم وبعض فقهائنا يزيد ولو ولو اقتضى الكراها ومسألة هل القراها تقتضي التحريم سنذكرها شرف نهاية المسألة وقوله عن الشيء يشمل العبادات ويشمل المعاقدات كذلك ولما أراد المصنف أن يذكر الخلاف قسمه تقسيما جيدا فقسمه أو بحثها من أربع جهات لكي نفهم كلام المصنف فقال إن النهي إما أن يكون لعين الشيء وإما أن يكون لوصفه الملازم له وإما أن يكون لوصفه غير الملازم له فذكر ثلاثة أشياء أولاً ثم ذكر الاستثناء بعده وهو الأمر الرابع وبين المصنف أن مذهب أحمد أن النهي يقتضي الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه الملازم أو لوصفه غير الملازم ففي كل الأحوال الثلاث يقتضي النهي ولكنه أعني المؤلف أوردها جملة جملة لإراد من خالف في كل واحد من الأجزاء الثلاثة إذن طريقة عرض المؤلف جميلة حقيقة في فهم المسألة ألخص لك طريقته مرة أخرى المذهب ما هو باختصار المذهب أن النهي يقتضي الفساد إلا في استثناء سأذكره في نهاية الكلام بدلاً من أن يقول المصنف أن النهي يقتضي الفساد إلا في كذا قال المصنف إن النهي إما أن يكون لعين الشيء أو لوصفه الملازم أو لوصفه غير الملازم وقد خالف بعض العلماء في الأول وبعضهم في الثاني وبعضهم في الثالث وأما مذهب أحمد دون مذهب الثلاثة الباقية فيرى أن النهي يقتضي الفساد في كل هذه الأمور الثلاثة إذن معنى قول المصنف لعينه إذن هذا الوصف الأول أو الحالة الأولى فإن النهي إذا كان لعين الشيء فإنه يقتضي الفساد خلافاً لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وخلافاً أيضاً لما أورده المصنف عن يعني بعض المعتزلة وغيرهم وقوله يقتضي الفساد طبعاً أو قبل قوله يقتضي الفساد قوله لعينه ما معنى لعينه عند الجمهور أن كل نهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فإنه يكون نهياً لعينه إذن كل شيء لذات المنهي عنه فإنه في هذه الحالة يكون منهياً عنه لعينه وأما عند الحنفية فإن المنهي عنه لذاته هو ما لا يتوقف معرفته على الشرع بأن يكون الطبع دالاً على النهي عنه وذمه ومثل لذلك بشرب الخمر وفعل وفعل الزنا وأما ما يتوقف النهي عنه على الشرع فإنه يكون منهياً عنه لغيره فيقتضي عندهم فلا يقتضي عندهم الفساد وخاصة في المعاقدات إذن قوله لعينه عرفنا ما معنى لعينه وقول المصنف يقتضي فساد المنهي عنه أي أنه يقتضي أن هذا الأمر المنهي عنه يكون غير مجزئ في العبادات وغير صحيح في المعاقدات وقد عبر المصنف بالاقتضاء بينما عبر ابن الحاجب بالدلالة فقال لعينه يدل على فساد العبارتين والتفريق بينهما ذكر له ملحظ لماذا عبر المصنف بالاقتضاء بينما ابن الحاجب قال يدل فذكر أن لفظ الاقتضاء فيه إشارة إلى القبح قبح هذا الفعل بينما الدلالة لا تدل على ذلك وقد مر معنى أن الأشعرية لا يرون أو أن الأشاعرة لا يرون التحسين والتقبيح وأن الصحيحة مذهب أحمد أن التصحيح والتقبيح العقلي موجود من جهة لكنه لا يثبت الوجوب والتحرين بالعقل ولماذا ذكرته لكم في الدرس قبل الماضي أن المصلحة في الأمر في مذهب أحمد إنما هي بالامتثال فكل امتثال لأمر وانكفاف عنه ففيه مصلحة وهذه معنى الاقتضاء وهذا فيه ملحظ عقدي يعني قدم تعبير المصنف ابن الحاجب على تعبير ابن الحاجب على تعبير ابن الحاجب طيب قوله اقتضاء الفساد منهي عنه بمعنى ما تقدم معنى في الإجزاء والصحة بمعنى أنه لا يتحقق منه المقصود أو الغرض المقصود منه شرعاء وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وهو قول كثير من فقهاء الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية والظاهرية والحنابلة أيضا وعبرت بظاهر أريد قولهم هنا لأن لهم سيخالفوننا في المسألة الآخرة طيب من الأمثلة على ذلك ذكروا أمثلة كثيرة جدا التي اتفق العلماء عليها قالوا لو أن النهي الشارع عن نكاح المحارم نهي عن نكاحهن لذاتها لكونها محرما أختا أو عمه وبناء عليه فإن النكاح يكون باطلا عند الجميع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد نهي عنه لأنه يوم عيد فهو لذاته فإنه يكون حينئذ باطلا النهي عن الصلاة قبل دخول الوقت فهو في الحقيقة شرط فإنه في هذه الحالة يكون نهيا عنه لذاته فلا يكون مقبولا فحينئذ لا يكون مجزئا ومثله الوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهكذا الأمثلة كثيرة جدا المتعلقة بالنهي عنه لذاته وقول المصنف رحمه الله تعالى شرعا أي أن النهي إنما دل على الفساد بالدلالة الشرعية أو إنما اقتضى بتعبير المصنف على الفساد بدلالة الشرع وليس بدلالة اللغة وليس بدلالة اللغة وهذا القول هو الذي صححه الآمدي وابن الحاجب وقد ذكر المرداوي أن عليه أكثر أهل العلم وجزم به من الحنابلة أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول ومن بعده أبو الخطاب قال المصنف نعم وقيل وقيل لغة هذا القول الثاني بمعنى أن الفساد إنما يقتضي أن النهي إنما يقتضي الفساد باعتبار صيغة اللغة وهذا القول نسبه بمفلح لبعض أصحاب الإمام أحمد قال المرداوي قاله كثير من أصحابنا ولكن بمفلح ربما يكون أدق حينما قال قاله بعض أصحاب أحمد وأطلق هذا الخلافي من قول أصحاب أحمد ابن عقيل في الواضح وينبني على التفريق بين كون هل النهي يقتضي الفساد باعتبار الشرع أو باعتبار اللغة أنه إذا جاء نهي ودل الدليل على أن هذا النهي للفساد فهل يكون حينئذ للمجاز فهل يكون مجازا أم لا هذه هي الثمر التي أوردوها نعم وقال بعض الفقهاء والمتكلمين يعني لو صورة ذلك جاءنا نهي جاءنا صيغة نهي عن فعل ونحن قلنا إنه يقتضي الفساد ثم جاءنا دليل وسأذكر لكم بعد قليل كيف يكون الدليل يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد ثم جاءنا دليل يدل على أن هذا النهي لا يقتضي الفساد فإن قلنا إن النهي يقتضي الفساد لغة فمعناه أن هذا الدليل صار مجازا وإن قلنا إن النهي يقتضي الفساد شرعا لا لغة فإنه في هذه الحالة ما زال النهي حقيقة ولم ينتقل للمجاز إذن هذا معنى قولهم أن النهي إذا جاء الدليل باقتضائه عدم الفساد أنه ليس للفساد فهل يبقى حقيقة أو مجازا أو لا ولذلك مهما كان فهذا ما يرجح أنه إنما دل عليه الشرع أننا نقول يبقى النهي على الحقيقة ويستمر حقيقة ونحن نقول الأصل في ألفاظ الشارع الحقيقة للمجاز قدر المستطاع قال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضي فساده نعم هذه الخلاف في مسألة العين المنهي عنه لعينه نسبه المصنف رحمه الله تعالى لبعض الفقهاء هؤلاء الفقهاء قال به بعض الحنفية وشهر عنهم حتى في كثير من الأصل لا ينسبونها إلا لبعض الحنفية ونسبه الآمدي لبعض الشافعية كالقفال وغيره وحكاه أيضا عن جماعة أو جمهور من المتكلمين كما بل ذكر المصنف أنه قال جمهور بعض المتكلمين وحكاه أبو محمد التميم في رسالته في الأصول عن بعض أصحاب الإمام أحمد فنسبه لبعض أصحاب الإمام أحمد من غير تسمية لهم ولا أعلم من يقصد بذلك إذن قول المصنف قال بعض الفقهاء والمتكلمين عرفنا من هو من فقهاء وأما المتكلمون فقد صرح في المعتمد أنه قول أبي عبد الله البصري وأنه قول أبي الحسن الأشعري وهو قول جماعة أيضا نعم قال لا يقتضي فساده أي أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه فإن كان عبادة سواء كان عبادة أو عقدا إلا أن يدل الدليل على الفساد فإن لم يدل الدليل فإن مجرد النهي فإنه لا يقتضي الفساد وعند أبي الحسين يقتضي فساد العبادات فقط نعم قول المصنف وعند أبي الحسين يعني به البصري صاحب كتاب المعتمد المشهور المطبوع في مجلدين منذ فترة طويلة قال يقتضي فساد العبادات فقط دون المعاقدات فلو أن أمر نهي عنه لعينه في المعاقدات يشمل الأنكحة ويشمل أيضا المعاملات المالية فإنه لا يقتضي الفساد وهذا القول أطال القاضي أبو يعلى في العد في إنكاره وقال إن هذا القول لا يصح لأنه خلاف الإجماع حيث نهى الله عز وجل عن نكاه المشركات فقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والنهي هنا يدل على الفساد نعم وهذا بإجمع ومثل وأيضا الربا انعقد الإجماع على تحريمه مع أن النهي إنما نهي عن معاقدة لا تبع الذهب بالذهب إلا يدن بهد وهكذا نعم وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا نعم هذا الأمر الثاني انتهينا من النهي لعينه وذكر مصنف من خالف فيه ثم انتقل بعد ذلك لوصفه ومراده بوصفه أي أن النهي ليس لعين المنهي عنه وإنما لأمر خارج عنه منفصل عنه فيكون عرضا طارئا عليه فهو ليس ليس من عيني لأجل العين وإنما لأجل الوصف وقوله لوصفه مراد المصنف أي لوصفه الملازم لابد من ذكر هذا القيد الوصف الملازم له الذي لا يكون منفكا عنه في حال دون حال نعم قال عند أصحابنا والشافعية قوله عند أصحابنا يقصد بأصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا الذي جزم به جل أصحاب الإمام أحمد منهم القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وبن رجب وبن رجب نعم في القواعد والطوفي وكثير من المتأخرين كلهم جزم بذلك جزما تاما نعم أنا قلت أبو الخطاب أبو الخطاب مع القول الثاني نعم وعند الحنفية وأبو الخطاب يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه نعم قول المصنف وعند الحنفية أي أن الحنفية قالوا إذا كان النهي ليس للعين وإنما للصفة فإنه يقتضي صحة الشيء وفساد الوصف فقط وأما البيع أو العبادة فإنها تكون في هذه الحالة ليست فاسدة أو ليست باطلة بمعنى أصح وذلك عندهم تفريق بين الفاسد والباطل فعندهم الباطل ما نهي عنه لعينه والفاسد ما نهي عنه لوصفه هذا هو تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل وسبق معنا عندما ذكر المصنف قبل أن الفقه يفرقون بينهما أو أن الحنفية يفرقون بينهما وهذا التفريق هل له ثمرة كبيرة عند الحنفية مع غيرهم كثير من الباحثين يقول بلى له ثمرة مع أن الطوفي يقول إذا تأملت تحقيق الأمر تجد أن الحنفية أن ثمرة خلاف الحنفية في هذه المسألة ليس قويا هذا كلام الطوفي المسألة الثانية في قول مصنف عند الحنفية وأبي الخطاب أبو الخطاب نسب له المصنف مثل قول الحنفية وهذه النسبة فيها نظر فإنه لم يوافق المؤلف على نسبة هذا القول لأبي الخطاب لابن قدامه ولا ابن مفلح ولا المرداوي فهم اثنان قبل المؤلف والثالث بعده وذلك أن قول أبي الخطاب الصريح مع القول الأول وذلك قلت لكم في البداية أن أبو الخطاب مع قولهم ثم نبهت أنني منفرض أني لا أذكر قوله معهم بل أرجئه لكي يكون في محله أنسب فالصحيح فالصحيح أن أبو الخطاب مع أصحاب القول الأول وكلامه صريح في ذلك فعلى سبيل المثال جزم به في موضعين أو ثلاثة منها طبعا في غير في غير التمهيد جزم أطيك مثلا موضع صريح قال في الانتصار أصلنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وقد سلمه شيخنا يقصد أبا يعلى فكلامه صريح جدا في أنه يقتضي الفساد ولو لوصفه وكذلك لما تكلم في التمهيد في موضعين أو ثلاثة وكذلك معنى في غير المنهي عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية نعم هذا هو المعنى الثالث أن النهي يكون لأجل صفة منفكة وهذا معنى قوله لمعنى في غير المنهي عنه والعبارة التي عبر بها المصنف في غير المنهي عنه هي عبارة القاضي وبنعقيم وبعضهم يعبر بأن الصفة منفكة يعني لأمر ليس متعلقا بذات المنهي عنه ومن الطوارئ عليه وإنما من الأمور المنفكة عنه فذكر المصنف أن المذهب والظاهرية قد اتفقوا على أن النهي فيه يقتضي الفساد خلافا للجمهور فإنهم يرون أن النهي لا يقتضي الفساد وذكر المصنف مثالين المثال الأول قال كالبيع بعد النداء للجمعة فإن البيع بعد النداء للجمعة أو في مذهب الإمام أحمد باطل وستدلوا على بطلانه بما جاء في الأثر فقد جاء عن ابن عباس أنه قال إذا أذن المؤذن حرم البيع فقوله حرم البيع يدل على أن النهي إنما هو للتحريم والتحريم يقتضي الفساد وقول المصنف رحمه وتعالى وأكثر أصحابه أي أن أكثر أصحاب الإمام أحمد أخذوا بهذا القول فقالوا إنه لو كان النهي لصفة منفكة فإنه يقفض فسادة وممن نص على ذلك القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمجد والشيخ تقي الدين وغيرهم بل جزم في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب بقي عندني هنا مسألتان أو مسألة سأورد فيها بعض الأمثلة فيما يتعلق بالنهي للصفة المنفكة ذكر العلماء في مسألة النهي للصفة المنفكة أمثل كثير جدا منها الصلاة في الأرض المغصوبة فإن الأرض المغصوبة صفة منفكة للصلاة ليست في الصلاة نفسها وإنما لأمر منفك عنها فلذا ذهب أحمد وأصحابه إلى أن النهي عنها يقتضي الفساد ومن الأمثلة كذلك خلافا للجمهور ومن الأمثلة كذلك من صلى وفي ثوبه حرير فهل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة الذي قطع به كثير من المتأخرين أن من صلى في ثوب حرير غير مأذون فيه لأن المأذون فيه مثل الأعلام فإن صلاته لا تصح طبعا إذا كان عالما ذاكرا وهكذا الأمثلة الكثيرة في من يعني صلى وفعل بعض الصفات فيما يتعلق به ومثل بيع المحجور عليه هناك أيضا معاقدات كثيرة متعلقة بمثل هذا الأمر نعم منها أيضا أيضا الفائدة الصلاة في المقبرة ومنها أيضا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة مواضع فإننا نقول إن كل هذه المواضع الخمس الصلاة فيها باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها وذلك أن النهي يقتضي الفساد وأما الذين فرقوا فقد ذكر جماعة من الأصوريين من أصحاب أحمد وغيرهم أن تفريقهم بين الصفة الملازمة والصفة المنفكة مما يختلف فيه النظر فقد تقول أنت مرة إن هذه الصفة صفة منفكة فتحكم بالصحة فينازعك غيرك من نفس المذهب ويقول إن هذه الصفة صفة ملازمة أشار لهذا المعنى كثير ومنهم الطوفي وغيره نعم وقول المصنف خلافة للأكثر أي أن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أن النهي إذا كان لصفة منفكة فإنه لا يقتضي الفساد نعم فإن كان النهي عن غير العقد كتلق طيب قبل النقرة شرع المصنف الآن لما ذكر لنا أن قاعدة المذهب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان لعينه أو وصفه الملازم أو وصفه المنفك بيّن بعد ذلك أن هذا النهي الذي يقتضي الفساد له استثناءات وليس على إطلاقه وقبل أن أورد ما ذكره المصنف ويقرأه القارئ الكريم أريدك أن تعلم أن في المذهب طرقا متعددة في بيان المستثنى من كون النهي يقتضي الفساد إذن لم يقل فقهاء المذهب كما ظن العلاء أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وإن كان هذا القول بأنه يقتضي الفساد مطلقا من سوبل الظاهرية إلا أن محقق مذهب أحمد بلكل فقهاء مذهب أحمد يقول له استثناء لكن ما هو الاستثناء على أقوال أو طرق الطريقة الأولى أن النهي إذا كان في غير العقود في غير العقود يعني لصفة منفكة عن العقود وحدها فإنه لا يقتضي الفساد وأما إذا كان في العبادات فإنه مطلقا يقتضي الفساد وسأشرح الطريقة الأولى عندما يقرأها القارئ الطريقة الثانية وهي طريقة كثير من فقهاء الحنابلة أنهم يقولون إن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل خاص على أنه لا يقتضي الفساد فلا بد من دليل خاص بالوحي أو بغيره ومن أمثلة ذلك أو نجعل مثال بعد ذلك نطبق عليه القواعد خلن نطبق القواعد على الأمثلة الطريقة الثالثة التي أوردوها قالوا وهذه طريقة الشيخ تقي الدين بالرجب قالوا إن النهي يقتضي الفساد إذا كان لحق الله عز وجل وأما إذا كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد وهذا اختارها بالرجب اختار الشيخ تقي الدين كما في الفتاوى وبالرجب بل قال عنه إنه الأقرب إن شاء الله واختيار بالرجب في جامع العلوم والحكم هذا الطريقة الثالثة الطريقة الرابعة قالوا إن النهي يقتضي الفساد إلا وهي أضيق من السابقة بقليل قال إلا إذا كان لضرر على فاعله خاصة ليس لأجل ضرر على آدمي سواء كان هو الفاعل له أو لغيره بل قصر ذلك إذا كان الضرر على فاعله فقط دون من عداه فإن النهي حينئذ لا يقتضي الفساد وهذه الطريقة أشار لها البهوتي في الكشاف كشاف القنع هذه أربع طرق دقلها الحنابلة نقل العلاء في كتاب عن نعم تحقيق المراد أحسنت تحقيق المراد في مسألة النهي هل يقتضي الفساد ذكر العلاء أن بعض الحنابلة يقول إنه يستثنى من ذلك شيء واحد وهو الإيقاعات أي الإطلافات ونحوها فإنها لا تقتضي الفساد فمن نهي عن ضرب امرئ ترتب عليه أثره من الديه وترتب عليه أثره في الضمان في من أفسد لغيره هذه الطريقة لن أتكلم عنها أضرب لكم مثالا لكي نعرف كيف تطبيق هذه المسألة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الطلاق في الحيط بل في كتاب الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن جاء في قراءة أحاد فطلقوهن لقبل في إقبال عدتهن أي طاهرات غير حائضات انظر معي نأخذ الطريقة الأولى من قال إن النهي يقتضي الفساد إلا لأجل دليل يدل عليه فقال إن هذا الدليل يدل على أن الطلاق غير واقع واضح لكن لما دل الدليل على أنه واقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وفي قول ابن عمر فحسبت علي تطليقه دلنا ذلك على أنه مستثنى من القاعدة الكلية لأجل هذا النص الزاد احتساب النبي صلى الله عليه وسلم لها طلقة وقوله فليراجعها فهما دليلان دل على أنه لم يقتضي في هذه المسألة بعينها ودللوا على ذلك أي فقهاء الحنابلة حينما قالوا إن النهي هنا إن النهي هنا كانت تابعون يسألون ابن عمر وكان تابع التابعين يسألون نافعا أحسبت أم لا بناء على أن الأصل عندهم أنها لا تقع لما نأتي للرواية الطريقة الثانية طريقة الشيخ تقييدين والرجب فيقولون هل النهي لحق الله عز وجل أم لحق الآدم فاختلف فقهاؤنا على قولين فأغلب فقهاء المذهب أن النهي إنما هو لحق آدمي وليس لحق الله عز وجل وقيل إنه لحق الزوجة وقيل إنه لحق الزوج وسيأتينا بعد قريب وأما الشيخ تقييدين وتلميذه ابن القيم فقالوا إن النهي هنا ليس لحق آدمي ليس لأجل تطوير العدة فيكون للزوجة وليس لأجل إسقاط حق الزوج عندما طلقها وهي في حالة ربما يكون كارها لها وإنما النهي لحق الله عز وجل لماذا قالت الشيخ تقييدين وتلميذه ذلك لكي يقولوا إن الطلاق في الحيض غير واقع هم يلدون ذلك يلد أن يقولك أن الطلاق في الحيض غير واقع الحق هم يقولون أنه غير واقع الشيخ تقييدين وتلميذه لما قالوا إن النهي إذا كان لحق الله يقتضى الفساد فقالوا إن هذا النهي لحق الله فاقتضى الفساد فلا يقع فمن طلق زوجته في الحيض لم يقع فأنا أقولك بلانا على قاعدتهم هم وضحت الشيخ بينما المذهب على التسليم ومنهم بالرجب وبالرجب نهاية قوله على أن الطلاق في الحيض يقع فيقولون إن النهي هنا لحق الآدم قد يكون الزوجة لأجل تطوير العدة عليها تعرفون كيف تطول العدة المرأة يجب عليها أن تعتد ثلاثة حيض كاملة وعندما نعبر بكونها كاملة يعني يابد أن يكون أول الحيض وآخره حال كونها مطلقة والحيضة عندهم لا تتبعض فلو أن زوج طلق امرأته بعد ابتداء حيضها بساعة فإن هذه الحيضة لا تحسب من العدة لأنه في الحقيقة تربصت جزءا من حيضة والحيض لا تتجزأ فيلزمها أن تمكث طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا فجلس ثلاثة أطهار وثلاثة حيض وبضعة حيضة مع أن الواجب إنما هو حيضتان ثلاثة حيض وطهران والزائد إنما يكون على ذلك فقالوا إنه لحق الزوجة فما دام لحق آدمي فعلى مقتضى قولكم إنه لا يقتضي الفساد فالواجب أن تقول إنه وقع واضح وبنوا عليه أي الحنابلة قاعد عندهم أن الزوجة إذا طلبت من زوجها الطلاق سواء كان بعوض أو بدون عوض فطلقها فإنه لا سنة ولا بدعة باعتبار الزمن إذن قاعدة متأخر الحنابلة بل أغلب الحنابلة منضبط جدا في مسألة الأمر هل يقفض الفساد أم لا يقفض الفساد في مسألة اللي قلناها لكم قبل قليل الطلاق في الحيض وهكذا سائر الأمثلة الكثيرة جدا في النهي وغيرها فنرجع لكلام المصنف يقول المصنف نعم تفضل فإن كان النهي عن غير العقد كتلق ركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه والتدليس فلا يقفض فساد العقد على الأصح نعم قول المصنف رحمه وتعالى فإن كان النهي عن غير العقد تعبير المصنف أن النهي إذا كان عن غير العقد يحتمل معنيين وهذين المعنيين في تفسير هذه الجملة وجدتها عند بعض الفقهاء الحنابلة المعنى الأول أن معنى قولهم ما كان النهي لا يتعلق أن النهي عن غير العقد بمعنى أنه ليس متعلقا بالعقد وإنما هو متعلق بأمر منفصل عن العقد فعلى سبيل المثال تلقي الركبان ليس النهي عن ذات العقد وإنما لكون الحاضر تلقى الراكبة خارج السوق فهو أمر منفصل عن العقد العقد سيكون بعد ذلك في البيع والشراء منفصل عنه فهو أمر منفصل عنه تماما وهذا المعنى هو الذي نص عليه القاضي المعنى الثاني أن يكون النهي غير مقارن للعقد وهذا المعنى هو الذي فسره به الموفق وابن أخيه وهو الشارح وينبني عليه طبعا أذكرها عند قول المصنف والخطبة على خطبة أخيه فقالوا إن الخطبة على الخطبة نهي عن أمر غير مقارن للعقد بل هو متقدم عليه ومثله تعبير القاضي بأنه لمعنى أو أنه لمعنى لا يتعلق بالعقد هذه عبارة القاضي إذن عرفنا معنى عن غير العقد قيل المقارن وقيل لمعنى غير العقد المثال الأول قال كتلقي الركبان تلقي الركبان ثبت النهي عنه والنجش أيضا ثبت النهي عنه والسوم على السوم أيضا ثبت النهي عنه والخطبة على خطبة أخيه المسلم ثبت النهي عنه والتدليس أي والتدليس في البيع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا فإنه نهي عن التدليس بس ذكرت مسألة أن قول المصنف النهي عن غير العقد المفروض أني أقولها قبل أن نتكلم عن معنيين أنه معنى ذلك أنه على المذهب وجها واحدا أن النهي في العبادات لا كلها تقتضي النهي كل العبادات عفوا أن النهي يقتضي الفساد في كل العبادات قول المصنف رحمة الله تعالى فلا يقتضي فساد العقد على الأصحي هذا التصحيح صححه جماعة غير المصنف منهم الجراعي وغيره ويقابل هذا الأصح رواية في المذهب أنه يقتضي الفساد نقل هذه الرواية المرداوي وغيره وهي ظاهر كلام أبي الخطاب يهمنا هنا قضية أن الطرق أربع التي ذكرت لك قبل قليل والتطبيقات الفقهية عليها كثير جدا بالعشرات الحقيقة يمكن أن تنزلها على هذه القواعد الأربعة نعم تفضل الشيخ المسألة الثانية النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر نعم هذه المسألة الثانية وردها المصنف وهي أن النهي يقتضي الفور والدوام تعبير المصنف رحمة الله تعالى بأن النهي يقتضي الفور يعني المبادرة إلى ترك المنهية عنه على سبيل الفورية بينما الأمر تقدم معنا أن أكثر الأسوريين يقولون إنه لا يقتضي الفور وتقدم معنا أن الأصح أنه يقتضي الفور إذن فيكون الخلاف هنا بين النهي والأمر إنما هو على قول الأكثر فالأكثر هنا يقتضي الفورية بينما الأكثر في الأمر لا يقتضي الفورية وقول المصنف والدوام أي أن الأكثر يقولون إن النهي يقتضي التكرار فالمراد بالدوام هو التكرار أي دوام الاستمرار على ترك المنهية عنه والتعبير بالدوام في النهي قد يكون أدق من التعبير بالتكرار في النهي وذلك أن النهي يكون مستمرا ومتصلا بينما الفعل للمأمور يكون منفصلا فينتهي بكليته ولذا فتعبير بأن التكرار خاص بالأمر والدوام في النهي يكون أدق وقول المصنف رحمه وتعالى خلافة لابن الباقلاني يعني به أبا بكر الباقلاني صاحب التقريب وقد صرح بهذه المسألة في كتابه التقريب في المجلد الثاني وصاحب المحصول هو الرازي كذلك وقد رد على الرازي القرافي في شرحه على المحصول وهنا فائس الأصول ورد عليه بأن النهي في الشرع كثير جدا بل الأصل في النواهي الشرعية أنها على سبيل الدوام وليست على سبيل المرة فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتض الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي ذكره القاضي نعم هذه مسألة وهي مسألة اقتضاء النهي التكرار قال فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتض الكف مرة فإن ترك مرة سقط النهي ذكره القاضي تحريرنا الخلاف في هذه المسألة لكي نعرف المسألة هذه التي قبلها أننا نقول إن النهي له صيغتان الصيغة الأولى أن يكون النهي مطلقا فينهى بصيغة مطلقة فهذا يقتضي الدوام والاستمرار وهو الذي قال عنه المصنف والدوام والنهي يقتضي الدوام عند الأكثر الحالة الثانية أن تكون صيغة النهي مقيدة بالمرة وهي التي ذكرها المصنف هنا بمعنى أن يقول لا تفعل مرة فهل التقييد بالمرة مفيد بنفي التكرار فيكون قرينة لعدم لزوم الدوام أم لا هذا الذي فيه الخلاف على قولين ذكر المصنف القول الأول أنه يقتضي الكفة مرة فقط وبناء عليه فإذا تركه مرة واحدة سقط النهي وذكر أن هذا القول ذكره الشيخ تقي الدين عفوا ذكره القاضي وقد تبع القاضي على هذا القول الشيخ تقي الدين وهذا القول الذي ذكره القاضي الشيخ تقي الدين هو قول يعني كثير من فقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم بل إن بعض العلماء وهو العراقي أو ابن العراقي صواب أنه ولي الله العراقي ابن العراقي يسمى قال إن جميع أهل العلم على أن النهي إذا قيد بمرة فلا يفيد التكرار إلا قولا غريبا حكى صاحب جمع الجوامع ولم نجده لغيره فقال لم نجد هذا القول لغيره هذا القول هو الذي أورده المصنف في قوله وقال غيره أي وقال غير القاضي وغير الجمهور يقتضي تكرارات تركي هذا القول الذي استغربه ابن العراقي نسبه المصنف هنا لغيره يعني أبهم القائلين به وهذا القول قال به من الحنابلية جماعة فقد قدمه ابن مفلح فجعله القول الأول في المسألة أنه يقتضي التكرار ولو أضيفت له كلمة مرة وصوبه المرداوي وجزم به وممن قال به من متقدم الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة كذلك وبنان على ذلك فإن ما استغربه ابن العراقي قال به عدد من الحنابلة وليس ابن السبك وحده في جمع الجوامع وقوله يقتضي تكرار الترك عند هؤلاء تكون فائدة قوله لا تفعل هذا مرة يكون معنى مرة أي أبدا فتكون مثل التأكيد لقوله أبدا نعم العام والخاص أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ما هي مدلوله نعم قول المصنف أجود حدوده هذا التعبير أخذه المصنف من الطوفي فقد اختار الطوفي هذا الحد بنصه وبين أنه أجود الحدود وتعبير المصنف باللفظ هذا الجنس في التعريف يدخل جميع الألفاظ التي يعني يتكلم بها وتفيدنا هذه الجملة أو هذه الكلمة اللفظ أن الأصل في العموم أنه متعلق بالألفاظ والمعاني تبع له أي تبع للألفاظ فالمعاني تابعة للألفاظ وسيأتينا عندما يتكلم العلماء عن عموم المعاني ما معناه وأن له معنين قوله الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله هذا التعريف مبني على تقسيم سابق في الذهن وذلك أن العلماء يقولون أن اللفظ تارة يدل على الماهية من حيث هي فقط فيكون حينئذ مطلقا كالإنسان فإنه دال على الماهية الماهية فقط وتارة يدل على واحد فقط لا على الماهية وذلك مثل أسماء الأعلام كزيد وعمر وتارة يكون وهو الثالث أن يكون دالا على واحد ولكنه غير معين كقولنا رجل وامرأة فإن الرجل واحد لكن لا نعرف ماهيته وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالنكرة وتارة يدل على وحدات متعددة وهذه الوحدات المتعددة يدل اللفظ عليها أو يدل على بعضها باللفظ يدل على بعضها باللفظ وهذا الذي يسمى باسم العدد وتارة يدل على جميعها يعني يدل باللفظ على جميع أجزاء هذه الماهية وهو الذي يسمى باللفظ العام إذن هذا الحد الذي معنا مبني على تقسيم سابق لدلالة اللفظ على أجزائه إما على الجميع أو على أحدها أو على الماهية كما هي أو على وحدة معينة أو غير معينة أو على الجميع هو الأول فالجميع هو العام وما بعده يكون منفصلا عنه والخاص بخلافه أي الخاص بخلاف تعريف العام فيكون الخاص هو اللفظ الدال على بعض وحدات الماهية لا على جميع الماهية وينقسم اللفظ إلى ما لا أعمى منه نعم بدأ يتكلم مصنف عن تقسيم الألفاظ العامة والخاصة بحسب درجاتها سعة ونزولا وتوسطا وقول مصنف وينقسم اللفظ المراد اللفظ المفرد الذي يدل على أفراد نعم القسم الأول قال ما لا أعمى منه أي أنه لفظ عام لا أعمى منه على جزئياته فلا يوجد لفظ أعمى منه يدل على ذلك ومثل لذلك المثالين فقال كالمعلوم أو الشيء ويسمى العامى المطلق قال مثاله كالمعلوم أو الشيء ويسمى ويسمى ما لا أعمى منه بالعامى من المطلق لأنه لا يوجد أعلى منه وفوقه شيء يستق عليه أنه عام التمثيل بالعام بالمعلوم أو الشيء مشكل ويحتاج إلى بعض الشرح ووجه الإشكال فيه من جهتين الجهة الأولى تعبير المصنف بقوله كالمعلوم أو الشيء ولم يعبر والشيء والتعبير بي أو فيها دلالة خفية لمعنى سأذكره لكم بعد قريب الأمر الثاني ما ذكره المصنف بعد ذلك أنه قيل إنه ليس بموجود لا يوجد لفظ يكون عاما مطلقا لا أعمى منه نبدأ باللفظ الأول وهو المعلوم هذا المعلوم ذكر مصنف أنه عام لا أعمى منه لأن الأشياء المعلومة عفوا أن الأشياء المعلومة التي يتعلق بها العلم إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة والموجود والمعدوم كلاهما معلوم يتعلق به العلم فإن المعدوم الذي لم يوجد بعد يتعلق به العلم وذلك علم الجبار جل وعلا يعلم ما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف سيكون فالله عز وجل يعلم حتى المعدوم سبحانه وتعالى والآدميون يعلمون يعني اسم المعدوم فالحمل الذي سيكون في المستقبل يعرفون اسمه ولا يعرفون صفته والله عز وجل علمه كامل كما أن المعلوم ذات المعلوم يشمل القديم وهو الجبار جل وعلا ويشمل المخلوق وهو المحدث فالله عز وجل معلوم يعلمه العباد فاعلم أنه لا إله إلا الله فالله عز وجل معلوم والمخلوقات معلومة وإذلك قيل إن المعلوم هو ما لا أعم منه ما يوجد لفظ أعم منه لكن اعترض على كون المعلوم عام مطلق بأن المعلوم ينقسم إلى قسمين كما ذكرت لكم الموجود والمعدوم بينما المعدوم لا يتصف بكونه عام بينما العدم لا يتصف بكونه عاما أو خاصا لأن العدم الذي ليس بموجود هو معنى في الذهن والمعاني تحتاج لما تقوم به فحينئذ يرجع لكونه شيئا وهذا كلامهم يعني أورده بعض المعنيين ببعض المباحث ومنهم الطوفي قول مصنف أو الشيء تعبير المصنف بأو تبع فيها المصنف الطوفي وهذا لما فيه من دلالة خفية للاعتراضات على أن من قال إن الشيء لا أعم منه يقتضي ذلك أن المعدوم أن المعلوم ليس عاما مطلقا ومن قال إن المعلوم عام مطلق يقتضي أن الشيء ليس عاما مطلقا سورة ذلك من قال إن الشيء لا أعم منه فينبني ذلك على أن الشيء يشمل القديم وهو الجبار جل وعلا والمحدث كذلك فكلاهما يسمى شيئا كما أنهم يقولون إن ما كان جوهرا وما كان صفة وهو العرض كلاهما يسمى شيئا فيكون عاما لجميع هذه الأمور وكل الموجودات تسمى أشياء فحينئذ فيكون الشيء لا أعم منه لكن اعترض على الشيء بكونه لا أعم لا يوجد لفظ أعم منه في الدلالة على أجزائه بأن المعدوم لا يسمى شيئا وهو مذهب أحمد بل قول الجمهور خلافا للمعتزلة ولذا فإنهم يقولون من قال له من قال له عندي شيء فنسبه لشيء معدوم لا يقبل تفسيره به بل لا بد أن يفسره بموجود وبنان عليه فقالوا في الحقيقة أن من اعتبر المعلوم شاملا للمعدوم والموجود فإنه في هذه الحالة يكون المعلوم هو الذي لا أعم منه والشيء جزء منه فيكون جزءا من المعدوم وهذا معنى تعبيرهم أو الشيء ولذلك فإن ابن قدامى لما أورد هذا المثال قال كالمعلوم وقيل والشيء إشارة إلى أن المعلوم أعم من الشيء فيشمل الشيء إضافة للمعدوم إذ المعدوم ليس بشيء نعم ثم قال المصنف وقيل ليس بموجود هذا القول الذي ذكره المصنف نقله عن ابن قدامى وقد أنكر الطوفي هذا القول فقال لا يوجد قول يقول لا يوجد أحد يقول إنه لا يوجد عام مطلق لأن ابن قدامى أخذ هذا القول من قول الغزال ووجه قول الغزال أن الغزال له أن قصد الغزال بأنه يعني لا يوجد عام لا أعمى منه إنما هو باعتبار شيء واحد أي باعتبار أن كل لفظ لا يمكن أن يكون حاو لجميع كل الأشياء أو كل الألفاظ وكل الأجزاء لا يكون حاول لكل الأجزاء فلا يوجد لفظ حاول لجميع الأجزاء الموجودة والمكونات للدنيا بينما إن اعتبرنا أن اللفظ يحوي جميع أجزائه هو فقط ولا يوجد لفظ أعمنه يحوي هذه الأجزاء فإنه صحيح حين ذاك قال وهذا هو المراد عند الأسوريين وبذلك فإن القول الذي قيل إنه ليس بموجود إنما هو باعتبار وتفسير لللفظ العام الذي لا أعمى منه وليس على سبيل الإطلاق نعم وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر نعم قال كزيد وعمر وذلك أن زيد وعمر وهي الأسماء الأعلام هي أخص الأسماء وأنتم تعلمون خلاف النحويين وقد ذكروها مشورة جدا ما هو أخص الأسماء الذي يسمونها أعرف المعارف ذهب أبو سعيد السرافي إلى أن أعرف المعارف الأسماء وذهب سيبويه إلى كونها الضمائر وذهب ابن السراج إلى أن أعرف المعارف إنما هي أسماء الإشارة وهو الاسم المبهب وذلك اتفقوا على أن أعرف المعارف وهي الخاصة التي تدل على شخص دون ما عداه أحد ثلاثة أشياء أسماء الأعلام والضمائر وأقواها ضمير المتكلم والثالث كما ذكرت لكم وهو أسماء الإشارة وهي الأسماء المبهمة فهذه كلها لا أخص منها لأنها تدل على المقصود ولا تتعداه إلى غيره نعم وإلى ما بينهما وإلى ما بينهما يعني بين العام والخاص فهو وسط بينهما ومثل له كالموجود نعم قال كالموجود فالموجود عام باعتبار أن الموجود يشمل الجوهر الذي سيأتي بعد تحته ويشمل أمرا آخر وهو العرف لكنه في الحقيقة وهو الموجود خاص باعتبار أن لفظة المعلوم تشمل الموجود والمعدوم إذن فأجزاء الموجود كلها أعم منها لفظة تدل على أجزائها وزيادة وهي لفظة المعلوم فإن تدل على الموجود والمعدوم فكان المعلوم أشمل من الموجود في الدلالة على أجزاء الموجود لكن الموجود عام باعتبار أنه يدل على الجوهر وعلى غيره نعم ثم قال والجوهر الجوهر كذلك مر معنا أنه خاص باعتبار الموجود فهو أخص من الموجود إذ الموجود يشمل الجوهر والعرض فهو أخص من كلمة الموجود لكن الجوهر يشمل أجزاء منها الجسم النامي الذي سيريده المصنف بعده فإن الجسم النامي أخص من الجوهر إذ الجوهر يشمل الجسم النامي وهو الجسم المركب ويشمل أيضاً يشمل الجوهر المركب وهو الجسم النامي ويشمل الجوهر الفرد لأن عندهم الجسم النامي هو الجوهر المركب لأنه مركب من أشياء ويشمل أيضا الجوهر الفرد ثم قال المصنف والجسم النامي فالجسم النامي خاص باعتبار اللفظة التي قبله وهي الجوهر إذ الجوهر يشمل الجسم النامي الذي هو الجوهر المركب ويشمل الجوهر الفرد وهو عام باعتبار اللفظة التي تحته وهو الحيوان وذلك أن الجسم النامي يشمل الحيوان والنبات قال والحيوان فالحيوان خاص باعتبار ما قبل وهو الجسم النامي لأنه يشمل الحيوان والنبات وعام باعتبار ما تحت وهو الإنسان فالحيوان تحته إنسان وتحته فرس وتحته غيرها من الحيوانات والإنسان وهي الجملة الأخيرة كذلك هو خاص باعتبار الحيوان لأن الحيوان يشمل الإنسان والفرس وغيرها وهو عام لما تحته من الأفراد كزيد وعمر وهند ورقية وغيرهم فيسمى عاما وخاصا إضافيا نعم وبعضهم يسميه العام بالنسبة والخاص بالنسبة أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته نعم والأمثلة أوردها المصنف فيها ترتيب ذهني فهو أبدأ بعام والذي دونه أخص منه لأنه أحد أجزائه نعم مسألة العموم من عوارض الألفاظ حقيقة نعم هذه المسألة خير لعلا نقف عندها وهي مسألة العموم هل هو من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني أم لا نبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي مسألة العموم هل هو من عوارض الألفاظ أم ليس كذلك هذه المسألة وهي مسألة عموم العموم هل هو من العوارض أم لا مسألة أطال الأسوريون بحثها وقد ذكر بعض الأسورين وهو الطوفي أن وصف هذه المسألة أن ثمرة هذه المسألة إنما هي ثمرة رياضية للذهن فقط وأنه ليس لها ثمرة في الفقه هكذا ذكر والصواب أن لها ثمرة وخاصة في عموم المعاني وسبب قول الطوفي رحمه الله تعالى أنه فسر عموم المعاني بأحد المعنيين التي سأردها بعد قليل الجملة الأولى قول مصنف العموم من عوارض الألفاظ حقيقة معنى كونها من عوارض الألفاظ قيل إن معنى كونها من عوارض الألفاظ أنها تعرض له وتلحقه يعني تكون لاحقة به فتكون من العرض في مقابل الجوهر ولذلك فليس كل لفظ يكون عاما فإن من الألفاظ ما لا يصف بالعموم نعم الأمر الثاني أن قول المصنف العموم من عوارض الألفاظ حقيقة حكي الإجماع على هذه المسألة ممن حكي الإجماع على أنه من عوارض الألفاظ الشيخ تقي الدين وابن مفلح وكثير من الأصليين ومن خالف في هذه المسألة كالطوفي فإنه خالفه بناء على تفسيره لمعنى عوارض الألفاظ لأن الطوفي يرى أن العموم من عوارض الألفاظ مجازا لا حقيقة بناء على رأيه أو ظنه أن المرادة بعوارض الألفاظ هو مطلق الشمول نعم ثم قال المصنف نعم فضل وأما في المعاني فثالث هو الصحيح كذلك معنى كون الألفاظ من عوارض المعاني قيل إن معنى كونه من عوارض المعاني أي أن يوصف المعنى بالعموم أن يوصف المعنى بالعموم ومثال ذلك أن تأتي بمعنى فتقول هو عام كأن تقول الغلاء عام أو تقول الرخص عام أو الربيع أو الخير عام ونحو ذلك فهي معاني وهذا الذي جعل بعضهم يقول إن وصف المعاني بالعموم لا أثر له كلام الطوفي والمعنى الثاني لكون المعاني من عوارض العموم أن العموم من عوارض المعاني وهو التفسير الصحيح أننا نقول أن اللفظة إما أن يكون لها معنى واحد أو أن يكون لها أكثر من معنى فإن كان لها أكثر من معنى فإن كان لها معنى واحد فبإجماع أهل العلم أن هذا المعنى مقصود ويكون حقيقة فيه وأما إذا كان لها أكثر من معنى بأكثر من جنس فهي المسألة التي خالف فيها أهل العلم وسيرد المصنف الكلام فيها الآن وعلى ذلك فإن عوارض المعاني معناها يدخل فيه فحو الخطاب فكل ما كان من باب فحو الخطاب فهو من عوارض المعاني وكل ما كان فيه المعنى المأخوذ من العلة المنصوص عليها في النص فهو من عوارض المعاني وكل ما كان من باب التنبيه عموما فهو من العوارض هذا اللي ذكرت لك أخيرا ما معنى كونه من عوارض المعاني هو الذي استنبطه الشيخ تقي الدين من كلام الأصوليين من الحنابلها فحيث قلنا إنه من عمو إن هذا من عموم المعاني أي أن المعنى دل عليهم باب التنبيه أو العلة المنصوص عليها أو من فحو الخطاب ونحو ذلك طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى فثالثها الصحيح كذلك أي أن المسألة فيها ثلاثة أقوال والحقيقة أن فيها قون الرابع عن سأرده كذلك هذه الأقوال الثلاثة التي لم يردها المصنف وإنما أرد المصنف الصحيح الأول أن العموم من عوارض الألفاظ مجازا لا حقيقة وهذا القول قال به الطوفي وقبله الموفق بن قدامه وهو قول أبي محمد الجويني والقول الثاني أن العموم ليس من عوارض المعاني مطلقا لا حقيقة ولا مجازا وهذا القول نسبه في المسودة لأبي الخطاب هذا القول الثاني والقول الثالث هو الذي صححه المؤلف أن العموم من عوارض المعاني حقيقة وهو الذي جزم به المصنف وصححه القاضي أبو يعلى وصححه في المسودة وصححه الشيخ تقييدين في المسودة بينما الشيخ تقييدين له كلام آخر في منهاج السنة يفصل في حقيقة عموم المعاني فبين أن له حالتين ذكر في منهاج السنة أن المعنى إذا كان موجودا في قلب المتكلم فإنه يكون عام حقيقة وأما إذا كان المعنى الموجود في الخارج ليس موجودا في قلب المتكلم فإنه لا يكون من عوارض العموم وعلى ذلك فإنه لا يكون حقيقة وإنما يكون مجازا وهذا هو المسألة من أمثل تطبيق هذه المسألة أذكر لكم تطبيق هذه المسألة على جزئية أو جزئيتهم الجزئية الأولى في قول الله عز وجل لا تقل لهم أف فقوله فلا تقل لهم أف نهي لكن معناها من باب التنبيه وفحو الخطاب لا تضربهما فهل النهي هنا على سبيل الحقيقة أم أنه على سبيل المجاز هذا معنى كونه من عوارض المعاني ولذلك استفدنا هذا من اللفظ نفسه ولم نأخذه من القياس خلافة لبن حزم بن حزم لما سمع هذا السطرات خارج عن العموم لما رأى بن حزم أن الشافع يسمي التنبيه وفحو الخطاب بالقياس الجلي قال أنكر جميع أنواع القياس حتى القياس الجلي مع أنه ليس قياسا هو في الحقيقة من عموم المعاني وليس من القياس فقال أنكره حتى وإن سميناه قياسا فلو لم يرد دليل آخر على حرمة ضربهما لقلت بجواز الضرب لأن هذا الدليل لا يدل على حرمة الضرب ذكر ذلك في بعض كتبه المطبوعة في غير الإحكام وفي غير المحلة فالمقصود من هذا أن الصواب أن هذا من عموم المعاني فدل على العموم فكل ما فيه إيذاء للوالدين سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالامتناع فإنه يكون منهيا عنه لأجل عموم هذه الدلالة حقيقة لا مجازا وهذا هو صريح اللقص خلافا لمن قال لا يدل لا بالحقيقة والمجاز بل نقول يدل عليه حقيقة ومجازا من الأمثلة كذلك الفقهية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع المزابنة قال أينقص الرطب إذا يبس أو إذا جف فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الرطب بالتمر فقط انتهت استدل بعض المحققين من أهل العلم ومنهم من إمام أحمد على أن هذا الحديث معناه ليس خاصا بالمزابنة حيث جرى به اللفظ بل إنه منهي عن كل بيع يكون فيه الثمن والمثمن أحدهما رطب والآخر يابس لأن كون أحدهما رطبا والآخر يابس يمنع عندهم إمكان التماثل وحيث أمكن التماثل فإنه بمثابة العلم بالتفاضل وإذا كستدل أحمد بهذا في رواية المليموني ومنع من بيع أي رطب وليس رطب أي رطب بيابس من جنسه احتجاجا بهذا الحديث مع أن هذا الحديث خاص بنوع من الرطب وليس عاما في جميع المبيعات بجنسها أيضا مما يستدل على عموم المعاني في قول الله عز وجل لنبيه لأن أشرقتها لا يحبطن عملك فنقول هذا ليس باب الخطاب للنفسه ولكن فيه معنى وهو العلة أن الشرك سبب لإحباط العمل فلا نقول إنه داخل في عموم في مسألة السساتينة أن الخطاب للنفسه هل يكون خطابا لأمته بل إن المعنى الموجود في هذه الآية عام فدل على عموم المعاني حقيقة وإذلك فإن القول بأن عموم المعاني حقيقة له فوائد كثيرة جدا وخاصة في مسألة التنبيه وفح والخطاب وأغلب استدلال العلماء قديما هو من هذا الباب لا من باب القياس فيجعلهم باب الفح والخطاب ومن باب عموم المعاني وأغلب طريقة علماء الحديث أنهم يعملون دلالة الأحاديث بعموم المعاني ويعرضون عن القياس وهذا أقوى في التمسك بالأثر وتعظيم النص وهو أولى كما ذكرت من أن تقول إنه ملحق بالنص بل تقول عموم المعنى يدل عليه وهذا تجده كثير في طريقة المتقدم من أهل العلم كأحمد والشافعي والسلث رحمة الله عليهم عندما يستدلون على الأحكام بأدلة إنما المعنى المشترك فيها موجود طيب يمجينا ولا نقف نعلن نقف عند هذه الجزئية وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناخذ السؤال أو السؤالان الذين جاء هذا أخونا يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد إن خففت حدثها بالوضوء المذهب أن هذا خاص بالجنوب فقط لدليل قول عطاء رضي الله عنه أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا وذكروا أن الحائض على مشهور المذهب لا تمكث في المسجد وإن توضأت وهناك رواية في المذهب قوية جدا أن حكم الحائض حكم الجنوب لكن نقول لشرطين أو ثلاثة شرط الأول تخفيف الحدث بالوضوء الأمر الثاني أمن ترويث المسجد الأمر الثالث أن يكون لحاجة مثال الحاجة بعض الناس أو بعض النساء تذهب لمكة ولا يكون لهم سكن فتقول أريد الجلوس في الحرم أو في ساحاته نقول يجوز لأن الحرم وساحاته لأن ساحات الحرم لأن لها سورا وإن كان قصيرا والبقعة موقوفة للصلاة ومثله أيضا مثلا لبعض النساء تكون عندها حلقات لقراءة القرآن في المسجد فنقول يجوز لكن بشرط الوضوء وهذا قول وجيه في المذهب جدا ملحق بما قبله يقول دورات الميهة اليوم هل تلحقوا بالحمام أو بالكنيف هو عندهم أن الحمام هو مكان مستحم والكنيف هو محل قضاء الحاجة ودورات المياه في بعض المساج تكون يفصل محل غسل اليد والوضوء عن محل قضاء الحاجة فالثاني يكون كنيفا والأول يكون ملحقا بالحمام باعتبار أنه مكان المستحم وغالب الظن أنه لا يكون فيه نجاسة وإن وردت فيه نجاسة إذا وجد طفح ونحو ذلك أما الحمامات الكبيرة فالذي يظهر لي أن الذي يحكم بأنه كنيف إنما هو محل قضاء الحاجة وأما غيره كأن يكون هناك مكان المستحم ومكان آخر يكون لغسل اليدين وهو المغسلة بل قد يكون فيه مكان لغسل الملابس أحيانا فالظاهر أنه ليس داخلا في حكم الكنف وإنما يكون أخف يقول ما الفرق بين تعريف العام باللفظ المستغرق أو القول المستغرق لجميع أفراده الذي يظهر لي أن التفريق بينهم أن اللفظ بينهم متقالب لأن اللفظ في الغالب أنه هو القول فقد بيّنوا أنهم عندما عبروا باللفظ ليشمل يقصد به القول لأنه من عوارض الألفاظ أما القول فهو أعمل يعني يعني تحتاج تأمل تحتاج على لي أتأمل هذه المسألة يقول كيف يخرج الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم حديث ابن عمر وحسبت علي تطليقه وما وجه كونه حقا لله عز وجل الشيخ السلام بن تيمية وتلميذه لما أخذ بقول قديم لبعض أهل العلم حكي الإجماع على خلافه فإن أحمد حكي الإجماع على أن الطلاقة في الحيض واقع ومراد أحمد قول عامة أهل العلم وكأنه ألغى الخلاف الذي أو لم يعلم الخلاف الذي في المسألة أخذ بهذا القول شيخ تقي الدين وتلميذه فقالوا أن الطلاقة في الحيض لا يقع طيب ماذا تفعلون بالنهي؟ قالوا أن هذا النهي لا يقفض الفساد وأجابوا عن الإرادات عليه فقالوا أولا أما ما جاء من الدليل على أنه قد صحح العقد وهو عقد المنهي عنه والطلاق في الحيض فقالوا أن ذلك لا يصح طبعا برأيهم فأولا قول ابن عمر حسبت عليها تطليقة يقولون الصواب أنه قال لم تحسب عليها تطليقة فإنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث روى إسنادها مسلم وروى متنى هذا الطريق أبو نعيم في المستخرج وذلك من طريق محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي أنه قال لم تحسب عليها تطليقة ومسلم لما أورد هذا الإسناد لم يرد اللفظ وقال فيه لفظة مستنكرة أو غريبة نسيت كلمة مسلم لكن قالوا نرجح هذه اللفظة وهذا طبعا فيه نظر لماذا؟ لأن الحديث جاء من حديث بن عمر من طريق أكثر من أربعة عشر راويا كلهم يقولون حسبت فقط واحد هو الذي قال لم تحسب فلو فرضنا صحتها مع أن العلم أنكروها منهم مسلم ومنهم ابن عبد البر فالتهم فيها تارة محمد بن مسلم وتارة تهم فيها بن جريج وتارة تهم أبو عاصم فيها فكيف نقابل رواية واحد برواية الجماعة؟ وأجابوا ثانيا عن قوله مره فليراجعها أن مره فليراجعها ليست من باب الرجعة بعد الطلق وإن من باب الإرجاع للبيت وأيضا هذا فيه تكلف لا شك ثم ثانيا قالوا إن النهي صوابه أنه إن كان لله فإنه يكون مقتضن الفساد وإن كان لآدمين علق على إذنه فقالوا إن النهي هنا لحق الله عز وجل لقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن فهو لأمر لا تعرف العلة فيه وأنت عندما تتلمس تطوير العدة أو إسقاط حق الزوج في الرجعة أو إسقاط حق الزوج في الزوجية وتنديم الزوج فهذه حكم وليست علة فهي متلمسة ولا دليل عليها يقولون والقاعد عندنا أن ما لم يكن فيه ما يدل صراحة أنه لحق عبد آدمي فالأصل فيه أنه يكون لحق الله وأطار الشيخ تقي الدين وتنميده في التدليل على أنها لحق الله عز وجل فهذا وجلت نظرا بينما الجمهور يقول لا هي لحق آدمين إما الزوج وإما الزوجة والمذهب أنه للزوجة فإن أذنت سقط حقها وانتهت المسألة آخر سؤال نقف عنده أخونا يقول قواعد المذهب الأصولية هل يوجد أحيانا عدم تطبيقاتها في المذهب قواعد المذهب الأصولية هل يوجد أحيانا عدم تطبيقاتها في المذهب شوف كثير من القواعد الأصولية في المذهب مختلف فيها وينبني على هذا الاختلاف خلافهم في بعض الأحكام طبعا درسنا اليوم أغلبه وخاصة في أول علة مباحث كما قال الطوفي مباحث رياضية للذهن وليس ذات ثمرة من الدرس القادم تبدأ المباحث ذات الثمرة الواضحة جدا أو آخر الدرس القادم قد تختلف الأراء في بعض المسائل وينبني عليه الخلاف هذا واحد ثانيا قد يكون هناك خطأ في التنزيل فيرجح أحد القولين على الثاني بالتنزيل على هذه القاعدة الأصولية وذلك أن الدليل قد تأتي بعض ألفاظه لم يطلع عليها بعض أهل العلم فحينئذ لا يطلع على الدليل وتنزيل القاعدة وإن كان يرى هذه القاعدة فإما أن يكون نقص منه في خطأ في تطبيق القاعدة أو الخطأ في عدم العلم بصياغة الدليل الذي يدل عليه وسيأتينا أمثلة كثيرة ربما في هذه المسألة ولذلك فإن من عرف قواعد مذهب أحمد قد يعرف الترجيح فيها أدق وهنا كلمة جميلة جدا للطوفي في القواعد الأصولية في مذهب أحمد فقد ذكر الطوفي في شرح الروضة أظن في الثاني أو في الثالث نسيت الآن أن قواعد مذهب الإمام أحمد أن مذهب أحمد مذهب اجتهاد كذا يقول مذهب اجتهاد ومعنى كونه مذهب اجتهاد أن أغلب القواعد الأصولية الخلافية المؤثرة هي موجودة فيه قال بها بعض أصحاب مذهب بعض أصحاب الإمام أحمد ثم قال ومن كان عالما بنصوص أحمد وقواعد مذهبه عرف الصحيح من هذه القواعد وعرف ما ينبني عليها من الفروع ومنهم شيخنا الشيخ تقي الدين بن تيمية فالطوفي على جلالة قدره وسعة اطلاعه في القواعد الأصولية أقر بمكانة الشيخ تقي الدين في معرفة أصول المذهب ومعرفته التنزيل على هذه الأصول هذا أخونا يقول هل يجوز إحداث تأويل ثالث مطلقا حيث ذكر المصنف ذلك سابقا وقال بجوازه نعم تقدم الكلام هل يجوز إحداث تأويل وذكرت لكم أنه الذي عليه السلف أنه لا يجوز إحداث تأويل قد يكون بلعة في المسألة وإنما إحداث التأويل الذي لا يخرج عن المعنى الكلي للنص من الكتاب أو السنة هذا الذي يحمل عليه كلامهم أما إحداث التأويل مطلقا فلا يصح وذلك فإن التأويل الذي يقبل لا بد لهم شروط الشرط الأول أن يكون موافقا لدلالات اللغة الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون موافقا للمعاني العامة في الشريعة وليس فيه مصادمة لنص آخر فتنقل المعنى لمعنى غير مراد إذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض والفتنة في ضرب القرآن بعضه ببعض الأمر الثالث أن لا يكون خارج عن الماهية العامة لما تقدم في تفسيره عن السلف وذلك فإن من أهم المعاني في تفسير العلماء للقرآن تفسير السلف نعم قد تأتي بتأويل لكن لا يخرج عن الماهية العامة والمعاني الكلية مثل أهدنا الصراط المستقيم قد يقول مرء قد يقول مرء إن الصراط المستقيم هو القرآن وقد يقول هو الإسلام فقد يأتي مرء ويقول هو السنة لأن السنة التمسك بها والتمسك بالقرآن اقتضاءا واستلزاما كيف اقتضاءا من تمسك بالسنة لا بد أن يكون متمسكا بالقرآن اقتضاءا ومن تمسك بالقرآن فإنه يستلزم التمسك بالسنة وذلك فإن التعبير لو قال مرء إن الصراط المستقيم هو السنة هو ليس إحداث تأويل جديد بمعنى الخروج المعنى العام وإنما هو من مقتضياته ودلالاته العامة وهذا هو الذي تجتمع فيه الأقوال في هذه المسألة وتقدم معنا أن تفصيل هذا الكلام وأطلت فيه إطارة كبيرة لأن هذا يبني عليه إحداث البدع في الأقوال والآراء الغريبة والمستقربة وصلى الله وسلم على نبينا محمد